دكتور سيزاريا من اختصاص الجراحة عظام وجراحة القدم السكر رح بيحكينا اليوم عن خطورة الجروح عند القدم السكري أهلا وسهلا فيك أهلا فيك يعني الموضوع كل شخص عنده سكري منحس أنه عنده هيك مثل دايما وسويس بهالموضوع أنه ما تنعائر الإجر ما تنجرح الإجر الضفير غيره لحتى ما يصير فيه جروحات والتهابات من بعضها خلينا نعرف عن هالموضوع بالبداية أول شيء تعرف السكري بعد كذا سنة ممكن نعمل مضاعفات والمضاعفات ممكن تشمل شبكة العين ممكن تشمل الكليل شريين بس من أهم المشكلات التي ممكن تصير هي اشتراكات القدم السكري التي تؤدي للبطر والبطر والبطر سوى مش هكا عم نشدد وعم نعمل حملة توعية مش هكا العالم يعرفوا أنه هذه خطيرة مش بس لأهل المرضى كمان وكمان للأطباء اللي مش معودين على اشتراكات القدم السكري بس دكتور هي محتمة أنه تصير أو فينا أنه نخليها ما ننتبه نحن نعرف أنه عشرين بالمية من مرضى السكري ممكن بحياتهم يعملوا جرح بالقدم أو التهاب بالقدم يعني الشغل لي مش هنا وقتا نعرف عدد مرضى السكري بالعالم تقريبا لحيصير مص مليون هلأ سوى يعني شغل لي منى بردون خمسمية مليون خمسمية مليون شخص بالعالم مصابين بالسكري سوى عم بزيد ومتوعين أنه يزيد أكتر كمان بعد عشر سنين كل ديكايد بزيد أكتر سوى وقتا يزيد مرضى السكري أكيد مضاعفات لحزيز ونعرف أنه قدم السكري المضاعفات طبعا من بعد سنين من السكري خاصة السكري اللي نيجلكتد ما بينتبه له المريض ما بياخد علاجه ما بيشيك على الجلوكوز سوى مش نهيك بيصير في عنا هالمضاعفات دكتور المضاعفات لما نقول يعني شو وليه بيصير في مضاعفات بالإجر يعني شو المشكلة اللي بتصير بكعب الإجر أو بالأظافر أو غيره خاصية القدم أنه الديابيتس السكري بيعمل شغلتان دياباتيك نيوروباتي بيصيب الأعصاب الرفيعة بالقدم ودياباتيك أرتيريوباتي بيصيب الشرائين الرفيعة بالقدم سوى وقت ينصابه ما بيعود يحس المريض بالقدم تبعه والدم ما بيعود عم يوصل الكفية وخاصة بالقدم منعرف باليد في شرائين كتير باليد ومنعرف أنه بالقدم الشرائين أقل وبعد مش عارفين لأي القدم هي أكتر بكتير من اليد المضاعفة تبعه سوى مثل ما عم بتشوفي على الصورة الشرائين الرفيعة بتنصاب والأعصاب الرفيعة بتنصاب دونك هون الأحساس بخف أو بيعنا عدم كليا وقت يخف الإحساس ممكن ينعدم كليا ممكن ينجرح المريض وما يعرف ما بيحس فيها مش نهاك نحن عطول منقول يلي عندهم سكرة وخاصة يلي بلشوا قدم السكرة ما يمشوا حفين ما يمشوا على الرمل عطول يمشوا مع صبات طبي لين تما هو يخلق له انجروحات وما يقربوا كتير على الدفية أو على البارد لأن ممكن يصير في حرق وهن ما بيحسوا أبدا فيها وكمان يمكن من جراء المشي يعني أوقات بيصير عقر بيصير أي شيء أكيد أكيد مش نهاك وقت واحد عم بيمشي كتير وما أنه معواد يمشي ممكن أنه يعمل كمان جرح ويعمل عقر وما يحس فيه مش نهاك نطلب من المريض عطول كل يلي يشيك بالمرية على راحة القدم يلي هي أكتر شيء بيصير فيها جروحات تيشوف إذا فيه جرح ما عم بيحس فيه ويتداوى بسرع كل أنواع السكرة كل أنواع السكرة طيب 1 وطيب 2 بتأدي للقدم السكري عم نحكي بعشرين بالمئة من الحالات بس منشوفها المشاكل أكتر عند الكبار بالعمر يعني عند أولاد ما منشوفهم كتير سلون سنين عندهم سكري سوى هي كمول كلما أنت تتولي بالسكري تبعك وخاصة ما يكون فيه كنترول عليه لحتعمله بعد عشر سنين تقريبا لحيصي فيه تطورات القدم السكري بس مش يعني كمان بتكون شرايين وانتعبت أكتر أكيد العمر لحد ذاته لأن عادة اللي معه سكري فيه كتير أحيان بيكون بيدخن كتير عنده مشاكل بالشرايين كمان وبزيتي في نصاحة في سهودي كلهم عوامل بأسره كمان على ضخ الدم للقدم نعم دكتور ممكن يكون هالجروحات أو التقرحات كمان تصير بلا سبب يعني من دون ما يكون في جرح من دون ما يكون في عقر من دون ما يكون في أي شيء أكيد أكيد هيك لحالة الإجر بتفسخ أو أي ممكن لحالة تفسخ هي عادة بيكون فيه نجزة يعني ترومة صغيرة على القدم وهذا ترومة يلي ريلي رسالة بدي وصلها أنه أصغر جرح ممكن حدا يشوفه دغري يتطبب فيه عند اختصاصي مش يحط كرامات وبحكي كمان مع زملاء الأطباء مش الكرامات اللي هتصحح عادة الجرح بما أنه ما في دم عم بيوصل يعني ما في مناعة عم توصل سو هون التريتمنت العلاج لازم يكون كتير اختصاصي وناخده من الأول قبل ما يوصل الالتهاب ويتفشى ويوصل على العدم متى ما وصل على العدم صلنا على مفترق طرق الجراحات بتختلف نوصل على الجراحات فيها ترميمية صعبة معقدة وما بدنا نوصل البتر يعني عم نجرب نوصل هالحملة الوعي اللي عم نعملها نجرب نوصل إنه بدنا نجرب نخفف من فريقونسي تبع البتر لأن عملنا دراسة بالأيوم مستشفى الرزق من سنت الماضي 90% من الأشخاص اللي بيوصلوا لعنا أول مرة وبدنا نفوتهم على المستشفى مشين قدم سكري 90% في عندهم فورم اف امبتيش ما نعملونيها انكسبتابل هيدا مش مقبول ولازم نعمل كل هدفنا هلأ هو إنه يوصل المسج لأكبر عدد ممكن للعالم إنه وقتا يكون فيه جرح أو التهاب تغيير باللون بالأصابع زرق الأصبع أو صفر بيض أو صر أسود ما يطولوا يروحوا عند اختصاص إذا كانوا عم يلحقوا هالموضوع عبكير الاحتمال إنه نشفى كبير وقتا نلحق عبكير احتمال للبتر كبير إذا وصل مأخر بهالسهولة لأن والجرح ممكن الالتهاب طبعه يتفشى بسرعة خلال أيام ما عم نحكي خلال أسابيع أو أشهر سوء مشين هيك عم نشوفك عم نشوفك قدين نقطة نقطة في مطارح في مطارح ولا نقطة ألصر صغير نقطة عمل إنفكشن لأن المفصل دغري تحت الجلد واضطرنا نفوت ونعمل عملية جراحية نشيل كل هالمنطقة اللي ملتهبة لنخلص الأصبع ونخلص القدم هدفنا نعمل لمب سالفج ونخفف الأمبوتيشن مش بس نعمل أمبوتيشن هوني شو؟ هوني كمان عندك ديفورماتيز القدم السكري ممكن يخلق ديفورماتيز مثل هالأصبع ينام سميه همر تو مثل الشيكوش ويقف وهيدا منحرر الوتر تنرجع نراجعه قبل ما يصير فيه إصابة ما مننطر إنه يصير فيه جرح لنعالج هايك ديفورماتي هوني عندي كمان كافوس فوت بيكون متقوس كتير القدم وهيدا لأنه متقوس هو عم بيمشي بيعمل كمان ريس انه يعمل جروحات أكتر سوء بنعمل تحرير للوتر منحرره من وراء تترجع لإجر شوية مسطحة وهالبراشر على الهبوع بيمشي تكون متوازنة على كل القدم ولا هيدا كمان القدم مقوسة على الشمال وعاليمين عنا القدم مسطح من بعض مع منا أكيليز لانثنينك طولنا الوتر الوراني هوني مثلا عندهم كمان هالوكز والغوس يلي هو البانيون عند قدم عند الأشخاص يلي عندهم قدم سكري منجرب منحط متيريا منحط براغي ثم نستعمل تقنيات إنه نرده ونجلس هالنتوء يلي ممكن ننجرح كمان منجلسه بس هيدا مش من جراء السكري ديفورماتيز منا من جراء السكري بس إذا عمل هالبانيون إذا عمله مع السكري عندنا تقنيات خاصة يلي ما منستعملها عادة عند مرضى يلي ما عندهم سكري الشاركو فوت هو من أحد أكبر المضاعفات اللي ممكن تسيب شخص عنده ديفورماتيز لأن ديفورماتي كل المفاصل الصغيري والكبيري طبع القدم تتفكفك ما بنعرف ليه وهي بتجي من وراء ديفورماتيز شوف القدم اللي عشمال كيفي نورمال والقدم اللي على اليمين كيفي نفككي كله سوا القدم نحط ماتيريز المتجوه مثلا هيدا المتجوه منحطه تنجع نجلس القدم الوراني وشفتي كيف صار جيلس ما بعد ما كان طالع من مطرحه كل عظمي كانت بمطرح سوعة من نجع كل هدفنا نجلس ديفورماتي ليقدر المريض يقدر يرجع يمشي عليهم معنات أن نحن بدنا دايما نكون منتبهين على هالموضوع لحتى أول ما يبلش في تغيرات أو جراحات أو تقرحات نركض يعني مش نروح على المستشفى نركض كلمة مش غلط أبدا نركض كتير لحتى نقدر نخلص هالأعضاء يلي بجسمنا نحن منقلهم لمرضى السكري خاصة نرسلهم أكتر من 5-6 سنين عندهم سكري يعطوا لي شيكوا على القدم تابعهم ويطلبوا رأي اختصاصي تشوف إذا القدم بلشت ما تحس يعني ضعف الإحساس بالقدم عنا علاجات كمينة لضعف الإحساس منعطي علاجات ومنشيق على القدم ومنعلم المريض كيف هو ينتبه على القدم تابعه كيف يشيق عليها في طريقة معينة بس في أشياء وقائية نعملها يعني كرامات معينة يمكن 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 يعني يمكن 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 أبدا لأحين كتير منشوف التهيبات من وراء يمكن كيف يقص الضفر يجون التهيبات قدم السكري بيكون عم بيعملوا بيديكور بينطه ببتر صايرة كذا مرة بكل أرحي العالم بس ما في شي طب لها الموضوع طب منعلمهم كيف يقص الضفر منعلمهم أنه وقت يكون في تشققات مش تقر تشققات يستعملوا جال منعلمهم أنه ينتبهوا على وقت يكون في انتخفاخ بالقدم احمرار تغيير باللون أو ديفورمتي ديغري يستشيروا طبيب مختص ما ينتروا يعملوا علاجات بالبيت أو بدأ اختصاص ريلي سباشل تنقدوا نخلص القدم دكتور سيزار يمين اختصاص جراحة عظام وجراحة القدم السكري نشكرك كثير لهذا التوعي الكثير مهم لليوم وأكيد يتواجهوا دايما عن طبيب أو حتى على أقرب مستشفى لا ينقضوا حالهم شكرا لألك حكيم نسيلا لك نحن ناخد وقفة ونرش